ساعات تفصل عن موعد انطلاق محادثات السلام المقررة في سويسرا بين فرقاء أزمة اليمن المشتعل على مدار أكثر من عام فيما يترقب الشارع اليمني اتفاقا لوقف إطلاق النار يعلن عنه ويدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة القادمة حيز الجمهورية سيعلن أنه سيتم وقف إطلاق النار الميليشيات طبعا أعلنت بشكل أعلنت أو أبلغت الأمم المتحدة أنها سوف تقوم بتنفيذ هذا الاتفاق وسيتم إيقاف إطلاق النار من جهتها ورغم محاولات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد التقريب بين مواقف الطرفين وسيلة لإنجاح الحوار والتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة إلا أن التباين يبقى سيد الموقف في المباحثات التي أشارت المعلومات إلى أنها ستعقد في منطقة قريبة من مدينة جناب المبعوث الأممي اشترط على الجميع أن لا يخرج أحد يتحدث إلى الإعلام حتى المكان الذي سيتم فيه المفاوضات سيكون في مكان ليس في المكان المعهود في جنيف بل سيكون في مدينة أخرى وهو في منتج خارج مدينة جنيف ففي الوقت الذي أكدت الحكومة على ضرورة الاستناد إلى القرار الأممي ألفين ومائتين وستة عشر كمرجعية أساسية للمباحثات بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية أعلن الناطق باسم المتمردين الحثيين عن تمسكهم بالنقاط السبع التي اقترحها الانقلابيون في مصقط لعرضها على الحكومة التي قابلتها بالرفض بالإضافة إلى إعلان الميليشيات في وقت سابق رفضها تسليم السلاح في تعارض واضح مع أحد بنود قرار مجلس الأمن الفين ومائتين وستة عشر الذي يدعو الانقلابيين إلى الانسحاب من المدن وتسليم سلاح الدولة الذي استولت عليه من المعسكرات وفيما تخيم الخلافات على مباحثات السويسرا فإن الشارع اليمني يأمل أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار فيما تحذر الحكومة اليمنية الانقلابيين من المراوغة ومحاولة كسب الوقت في ضوء خروقاتهم السابقة لمساعي وقف إطلاق النار وإفشالهم مبادرات لإنهاء الصراع بطرس موسى العربية